ما زالت تتواصل البيعثة المكلفة بشان إصلاح مؤسسات الدولة جولتها التوعوية حيث وصلت إلى مدينة ماو حضرت إقليم كانم والتقت البيعثة مع حاكم الإقليم جنرال العبادي سير فضل وتباحثت معه حول العديد من المسائل المتعلقة بإصلاحات مؤسسات الدولة مزيد من الإضافة تقرير الزميل أدم حنفي فضل استعداداً للملتقى الوطني الذي سينظم في الأشهر القادمة من قبل السلطات العليا بالبلاد قد وصلت بيعثة الأقاليم الأربع إلى مدينة ماو حاضرت إقليم كانم البعثة تحمل في طياتها مواضيع عدة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وغيرها من أجل النهوض بالتنبية وذلك بمشاورة أبناء ومسائل الإقليم الإداريين والشيوخ التقليديين رئيس لبعثة المستشار جبير يونس قد التغى مع حاكم إقليم كانم الجنرال عبادي سير فضل وتباحث مع كل الأطراف حول مصير نظام إصلاح مؤسسات الدولة مما أنتجت هذه الجلسة تشكيل لجنة فنية برئاسة شكوي سلطاني وذلك بهدف رصد آراء المشاركين في الملتقى التي تحتوي على عدة محاور منها جعل قلب النظام فدرالياً وهذا مرفوض تماماً من قبل سكان كانم إلا أنهم أيدوا نقصان السلطات الإدارية ودمجها مع بعضها البعض ومراجعة أجندة البرلمان وأكذا مراعاة السلطة التشريعية وزيادة مدتها الزمنية إلى سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات والبحث عن مكانة حقوق المرأة والشباب رئيس البعثة المستشار جبير يونس متطرقاً في حديثه عن أهمية مشوار البعثة موضحاً مضمونها مرحباً من جانبه حاكم إقليم كانم الجنرال عبادي ساير فضل أشار في كلمته على وعود الرئيس الجمهورية حول إصلاح مؤسسات الدولة والتعايش السلمي بين أبناء الإقليم هذا وقد خالصت جلسة الملتقى بمدينة ماو بمشاركة سكان كانم حول إصلاح مؤسسات الدولة في عدة خيارات منها ترك الأقاليم في عددها الثلاثة والعشرين ونقص نواب البرلمان وتكوين لجنة الحسابات لآكل المال العام هذا هو إصلاح مؤسسات الدولة ضمن مشاريع رئيس الجمهورية المعتمدة بعيد تنصيبه عند ولايته الخماسية